فكرة افكرك بحاجة لما كنا في مدينة سلامو كنت انا واقف انا وانت مش فاجأة لينا السيد الرئيس بيننا اه صحيح روحت انا عامل ايه على طول قلت له ايه كان يوم هو اتكلم على رغيف العيش ايوا فانا قلت له يا فندم في فئات غلبانة نعمل نعمل يا فندم للغلابة وبتاع لي بص انا محبش ما فيه سعرين قلت له نعمل بسعرين سعر للغلابة وسعر فانا قلت له فيه فساد اه محبش سعرين وبعدين قال كلمة مهمة جدا على فكرة انا ما زعلش ان حد يختلف معايا حتى في موضوع اللي انا طرحته دلوقتي رغيف العيش الرجل عنده ساعة وقال فكره لو فيه سعر طبعوة فكره وهاته لو فيه افكار ولما جرى منقشة الامر كان السيد الرئيس وراء القرار اجلوا يا جماعة عشان الوضع الاقتصادي زي ما كان قرار اجلوا يا جماعة فيه موضوع الكهرباء زي ما النهاردة يطلع قرار من السيد محمود عاصمة وزيق قطاع الاعمال الجديد بانه يؤجل تصفية شركة الكوك لتلات اسابيع اللي قدام لمعركة اللي شغلت فيها بقى لك فترة وانا الحقيقة كلمته كنت يعني اول يوم بهني وكلمته ولتوا يا فندم انت سألت سيد الرئيس في مستقبل مصر وقال اعمله حلقتين في البرنامج سيد الرئيس اه اه قال كده بص سوابة الرئيس فيما يتعلق بالشركات العامة دعم الصناعة الوطنية تطوير الشركات نشوف مشاركة للقطاع الخاص في الادارة مشاركة للقطاع الخاص في الادارة بحيث على الال الشركة اللي فيه امكانية ان احنا نطورها نطورها طب لما اجينا في شركة زي شركة الكوك ربحانا السنة دي في مايو 14 مليون جنيه ولم تخسر ثلاث مرات كما كان يحدد القانون بانه تبقى الشركة تمشي لو ثلاث سنوات وارا بعض خسرانا مش خسرانا خالص والنهار دا العالم يحتاج الكوك دا الغرب يقال لك هنرجع للفحم مرة اخرى لانه ما فيش غاز عندنا وعندي مليون طن سنويا عندي الجوابات بتاعتهم وانا وقدمتها للبرنامج انتم ادى هون من الجزار ادى هون من ايطاليا ادى هون من انجلترا ادى هون من كذا مليون طن مطلوب علاوة على الداخل مصارع الخاصة بتستورد كوك من بره شركات السكر محتاسة دلوقتي ما فيش كوك فتضطر تستورد تدفع بالعملة بالدولار المسبوكات بتضطر دوية تستورد من بره لانه كنت وقفت شركة الكوك شركة الكوك لم تكن قاصرة على الحديد والصلب الكوك محتاجين بره مننا باسعار كبيرة جدا يعني وزير قطاع العمل الجديد وقف البيع وقف لمدة 3 اسابيع لدراسة الامر وده قرار حكيم منه لانه بالتأكيد حيستمع لرئيس مجلس دارة معارض التصفيه وعلى فكر الرئيس مجلس دارة الحالي بتاع الكوك اللي معارض التصفيه هو نفس اللي صفى القومية لأسمنت لانه قالك ما فاش فايدة فرجل مهني انما الكوك قالهم يا جماعة المشكلة في الوزير اللي فات المشكلة في الوزير اللي فات